احنا بنكال عشناوي لازم برضو نقول ان هو مش لوحده النهاردة اشتراكا في الاهداف اللي داخل الجوة النادي الاهلي لا فيه تفنس غريب متمثل فيه النهاردة مش يوم ياسر إبراهيم خرج حتى طريقة اللعبة هي محمد عبد المنع من النهاردة انا ما زال مستمر في التعالي من وجهة نظري انا على كرة القدم وفي مكان وانه هو هيقطع بمنتهى السؤولة هيرقص اي حد وانت كابتن سيد العارفين كابتن ابو الده في الشغل الدفاعي عبد المنع من النهاردة من وجهة نظرك اخطاقك سبب في عدد من الاهداف اللي داخلت ولا كان الامور بالنسبة لي هو ياسر حقيقة يعني لان هما عندهم حامل كبير النهاردة مع الشناوي لما الفرقة بيجي فيها يا فاروق انت بتحمل الفرقة كلها اني ده ما قطعش ده ما ضغطش ده لكن انت النهاردة السردبكين السردبكين لا انا مكلمك على السردبكين واجبات في مكانك يا باشر انا كرة القدم مع محمد عبد المنع محظنة والناس طلعت هجمتنا وزعلت مننا ان احنا بنتكلم احنا بنتكلم عشان بعد كده يبقى كويس مش عشان بعد كده يطلع يا تعالى ويتكبر اكتر من كده عشان في ناس مش عارفة يعني احنا بنتكلم ليه وبنقول غلط والتعالي على الكورة والنرفزة والعصبية وان انت ما بتمسكش العارف تغطي والعارف ترائب ولا عارف ترحل ولا عارف امتى تضغط على الراجل ده انت بتلعب وقفلي في الملعب بنت الراجل يشوت انت وقفلي كده بتتفرج عليه ما بيتغطش وفيه سر دباخ ما بيتغطش ده راجل ده ايه ابن النادي الاهلي عنزل علمه يعني انت بتتعلم من قطاع النشئين يعني ايه مسك يعني ايه ماركت يعني انت شغلتك في الملعب ان انت تقطع الكورة وتسلمها لقارب واحد يعني تلعب على قدك انت مش رامس انت محسسني ان انت رامس وعمل لي انجازات ومديني كل سنة باخد كاس افريقيا وبروح كاس عالم وباخد كاس امم يا باشا انت لعب لسه صغير احترم الفرقة احترم فرقتك احترم الفانينة اللي انت لابسها هو ده ماردش ربنا ان انا كل مطش في النادي الاهلي زي ما قالك كباتل انا كلهم 3 و 4 و 5 و 6 خلي بالك انا في وقت في المطش في المطش انا دعيت ان الوقت يخلص ده المباركة ممكن توصل لأكتر من كده ده لعيبة بتوصل يا فاروق بتهرب من الكورة مش عاوزة تمزق تستلم الكورة مفيش لعيب بيناد على زميله مفيش لعيب بيكلم او بيوجه ده كله شغل في الملعب يا فاروق ده كله لازم تتكلم فانيات هتتكلم فانيات انما فرقة مستحوزة 80% وفرقة مستحوزة 20% ده مراحتش حتى الناس اللي نزلت او الناس اللي بتغير لازم يكون مركزين حتى لو فرقتك لوحش الناس اللي بتبعدك كنزلة مركزة عشان تصلح الأداء بتشوف الأخطاء كويسة ولا لأ النهاردة الأخ عفشة وهو نازل بيلعب نازل بيلعب مع سنداونز بيلعب الكورة الورا يا راجل حرام عمد يا كابتن بتلعب الكورة الورا أنا عاوزك تعمل الحلول بتلعب على الأورا أصلا أضاف أفشة يا ماشي محدش أضاف مفيش حد أورا يا ماشي على استحياء خلاص كانت الفرقة لوحة تعدت يا كابتن ده بيمسك الكورة طوله ومسك الكورة بيلعب على الأورا ما عندكش حلول عندك شريف مصاب ما عندكش الوحيد اللي هو كان وقف على الرجل النهاردة بيلة ستاوي ما احنا قلنا بيلة ستاوي يا كابتن دواني اللي عبها بتهرب من الكورة عبت النادي الأقل النهاردة بتهرب من الكورة مش عايزين يتكلمه لأن هم الراجل مش معلمهم يعني أنا لما أحتياطي ما تنسك الكورة تعمل فيها إيه واخد بال حضرتك نحن بتفهم عاكني لازم يبقى فيه يا باشا ماشي بالضبط جدا في التموضوع بشكل معين في الكورة من الكورة أنا أبتدي من عندك جول يا فاروق أنت أن يا صان دوانز ياخد الكورة من الحراسة المرمى يا عم الجولة الخاليس يتجرس يا قول يا كابتن يا كابتن والله معلش أنت تفرضى لا أنا ما أخلص عاشا أنت بتتكلم يا كابتن أنت أصلا فيه مشكلة عندك لما بتحب حدي يا كابتن رضا مش بحدي يطلعوا السماء يا كابتن معندوش ما بيضفش لو ده خلوه ما بيضيف ده فيه واحدة والنتيجة 3-2 الكورس اللي اتعمل اللي عد رامي ربيعة وعد مين قابل رامي ربيعة وحمد فتح حمد فتح ورامي ربيعة لو دخل الجول دي بقيت 3-3 شكتن طب ما هو ده وارد ده كرة سابتة على فكرة ماشي أنت عايزه مغفرة كرة سابتة كمان ما يعملش طوين اللي عمل زيه كده ما أنت بلعب للكانجوز بلعب لتاه بلتاه بلتاه ده لعيب محتارب أنت بتتكلم على اللعيبة المصرية هو اللعيب ماريوش دعوه بقى مجرد لما يبقى موجود هو اللعيب ضمن الفريق والسيستم الفريق كابتن ده نازل له النتيجة 3-1 طيب يعني لما لازم يعدي يخالي المرحلة دي تعدي هو هو أحمد عبدالقادر لما نزل لازم أحمد مصاب لسه مرجعش من الاصابة ما ده موجودة كابتة ما تقوليش مصاب مين ده ما تقوليش مصاب أي حد ما ده موجودة هذا بيضحي لي عشان هو يقولك أننا لعبت كل اللعن